تحية اخواتي وحبيب وصحابه في كل مكان يا رب بتكونوا بقى الف خير والف صحة يا رب. النهاردة مش عندنا اكلة او وصفة اكل بالتحديد تتقدم يعني كده كاكلة على السفرة. لأ. النهاردة عندنا يعني زي ما نقدر نقول حلقة آآ تقنية شوية. او يعني حلقة ازاي نزبط حاجة ممكن تبوز لنا كل حاجة. الشربات. هعمله بتلات طرق. الشربات الحلواني وشربات الحلويات التقيل اللي هو وشربات البسبوسة. لانه مهم جدا جدا يا جماعة. فعلا دايما بنطلقبط ونقول طب النهاردة هنستعمله شربات تقيل ولا خفيف. طب النهاردة شرباته ايه? طب النهاردة شرباته ايه? يلا ندخل على طول على الشربات الحلواني. الشربات الحلواني الكوباة اللي شفتوها حضرتكم في اول الفيديو عملت منها كوبايتين سكر وبنفس الكوباية طبعا كوباية آآ مية. ماشي? طبعا السكر هنا اكبر اكتر من مية. فطبيعي مش هيدوب مية في المية. فهفضل ادوي في عالى البارد اهو انا ما روحتش لتساعة البتجاز. لحد ما حاول ادوي يعني ادوي بالسكر خاص من ستين لتمانين في المية. مش هقدر اكتر من كده. الا طبعا حطيته على النار. بس انا لسه عايزة ازبطه على آآ البارد كده الاول. هفضل ادوي بكده على قد مقدر. طبعا حسب وكل سكر ونوعه. بجد بجد حكاية الشربات دي يعني عاملة قلبان لستات كتير والنوع ده هستخدم له ايه والنوع ده شربات وايه. هنا حلق اوافية شاملة بعدها ان شاء الله حضرتك مش هتحتاجي حاجة في انواع الشربات او السيرة او الشيرة او القطر او يعني زي ما حضرتك تسموا. هنا حطيتها على النار وفضلت ادوي برضو. وجبت فورشة سيليكون تتحمل النار طبعا لان الحلق او القزارولة اللي حضرتك تعمل فيها فهيكون سخنة. وبلتها مياه وافضل كل شوية اه انضف في الحوافي من حضايبات السكر. ده شربات الحلواني نركز يا جماعة شوية. شربات الحلواني ده يعني نقول اساس كل الحلويات الشرقية. اه البسبوسة. لا اسفة مش البسبوسة. القطايف. اه الزلابية. اه الكنافة. البقلاوة. ده الاساس يعني اللي بيستخدمه الحلواني. هنعمل نوع تاني برضو للحلويات الشرقية برضو ده اللي نقولت عليها بس اه يعني مش اه يعني البيتي لينا زي ما بنعمل. هنا خلاص بدأ يغلي. عمل رغوة كده بسيطة على الوش هديني هاشيل الرغوة. نركز هنا. هو ده شغل الحلواني يا جماعة. طبعا حداتك تقدر تضع في الكمية براحتك خالص لاني انا بشيله وبحطه بطرمونات في التلاجة مش بيجراله اي حاجة. بضع في الكمية واشيلها في لاي وقت زنقه اطلع من التلاجة قبلها بساعتين تلاتة او قبلها بليلة واشتغل بيه عادي خالص هو ما بيكونش مسك. بس عشان يديني السيابان اللي انا اقدر اطلعوا منه مسلا من البطرمان اللي انا حتى. هنا تركتنا يا جماعة. ربع معلقة صغيرة ملح ليمون. فعلا ملح ليمون دوت اختراع بجد للشربات. ومعلقة شربة كبيرة كده حلوة عسل جلوكوز. بجد بتدي برضو لمعة جميلة خالص للشربات. وبتوازن طعم السكر مع يعني حلوة السكر الجمدة اللي بتخلي النفس كده يعني مش متحملينها. لأ دي بتوزنها خالص. وعصر اقل من نص اللمونة صغيرة. لو حضرتك عن يعني ما عندي كيش ملح اللمونة هتستغني عنها هيبقى حط عصرة لمونة كاملة بس صغيرة يعني متكونش كبيرة. وكده تقريبا شربات الحلواني جهز تقريبا بس يعني نرفعوه يدينا خيط كده متصل. بس ونسيبو يبرد ونحطو البطرمونات ونشيلو في التلاجة في اي وقت احنا مزنقولو عادي نطلعو زي الفل الشغال لا بيسكر ولا بيوعود ولا اي حاجة. ده دي الطريقة بتاعة الحلوانيه. ايه بكنا اقنافة بقلاوة اطايف زلابية ايه بلا حشا. دي بنستخدمها له كده على طول. اهو اهو قدام حضراتكم انا ساقيا به الكنافة اهو بانه عين الكنافة بقى سيبلكم الربط بتاح كنافة المجو والكنافة الصوابع هندخل بقى على الحاجة المهمة جدا شربات البسبوسة يا جماعة. ده السهل الممتنع فعلا لازم نركز فيه لانه ده روح البسبوسة. انا هنا حطيت كوبايتين سكر ده شربات البسبوسة يا جماعة نركز اشام طلبة كوبايتين سكر على ثلاث كوبات ونص مية. هندوبهم برضو البارد لحد ما السكر يحاول خلاص برضو يختفي. هنا ممكن السكر يختفي عادي. بعد كده احطهم على النار وبردو ادوبهم لحد السكر ما يختفي واسيبهم. ده مش هفضل ادوب ولا اعمل ولا اي حاجة. لان ده نسبة المية في كتير افهم مش هيسكر على الحوافي خالص ما تقلعيش. بعد كده اهو اختفى خالص اروح سايبك غالة كده. بعد ما غالا نعمل ايه? هنا تركتنا يا جماعة. برضو معلقة شربة كبيرة عسل جلوكوز. زي ما قلنا بيوازن الحلاوة الصعبة بتاعت السكر. اه وبعد كده يغلي برضو غلويتين صغيرين مع عسل الجلوكوز عشان ييمتزجوا مع بعض. وهنا بتركة بتاعتنا يا جماعة الخطيرة اللي بتدي ريحة واولي البسبوسة. بتخليها زي الفل. معلقة سمنة بلدي. لازم معلقة سمنة بلدي. او اول حط معلقة السمنة البلدي خلاص. هي غلو. اطفي على طول. خلص الموضوع. هسيب السمنة تسيح معاها وكده وخلاص. مفيش كده شربات البسبوسة طبعا بنركينه على جنب. بس البسبوسة يا جماعة بنعمل ايه? بيبقى تبقى هي سخنة والشربات سخن. اهو يا جماعة البسبوسة احط لكو احط لكو برضو الربط بتاعها في صندوق الوصف. شايفين يا جماعة بجد تحفة. تحفة. شايفين? يعني مش عارفها وصفها لكم ازاي دايب ادوب وزاي الفل وشرباتها مزبوط وزاي الفل. النوع التالت من الشربات برضو ده الشربات التقيل الحلويات التقيل. بس ايه بقى يا جماعة? ده بيتي بتاعنا. عادي. برضو برضو مش هيسكر. لو فض منه شوية مش هيسكر. بس انا الاولين يعني عملته اللي هو مقادير وطعم شربات الحلواني بالزبط. هنا برضو كوبايتين سكر مع كوبايت مية. وبرضو على البارد هنقلب نحاول يعني نمزج السكر وندوبه في وسط المية. لكن آآ يعني هو هو بيدي نفس الطعم ونفس بس في حبايبي في حبايبي كتير طربوا مني ازاي يعملوا شربات الحلواني بالزبط. فانا حبيت اعملوا. برضو لكن الحلويات كلها الشرقية مع عادة البسبوسة عادي خالص نسقيها بدا او بالاولين بتاع الحلواني مفيش مشكلة. لكن البسبوسة الواحدها اللي هو آآ الشربات نمرتنية للعادة ده. ده الواحدة هدي ما ليهاش اي دعوة ولا شريك باي حد. عشان تزبط. بعد ما غالها هو خلاص. هنزل بعصرة نص لامونة. آآ هنا محطتش الملحلمون. عشان لو في واحدة مثلا زي من حضراتكم تقول انا معديش ملحلمون او مش متوفر عندي او مش متاح قريب مني عادي خالص. ما فيش مشاكل. وهو المغيلي كده خلاص اهو برفعه برضو يديني نفس تركات الشربات الاولاني. يازم يديني نفس تركات دي. انه يبقى زي الخيط كده. زي الخيط يعني خط كده مستقي يعني بينزل مش متقطع ولا اي حاجة. وهو لما بتسيبيه حضرتك يعني قوامه بيتقل شوية. مش مش مشكلة ما تخفيش بس مش بيسكر برضو. برضو حضرتك ممكن تعملي كمية وتشليها عادي خالص تستعمليها في اي وقت تاني. فيش مشاكل. اهو شايفة حضرتك شايفة اهو شايفة الخيط ده خلاص الشربات بتاعك نجح. متقلقيش من اي حاجة. بالجد تحفظ. واتمنى حبيبي حلقة الشربات دي تكون فادتكو ولا اول مرة تشوف قناتي قناة اكلة نفس تعملي لايك واشتراك وتدعموني جدا بالاشتراك. انا محتاجة عشان اكمل معاكم وصفاتي. وهتوحشون الفيديوهات اللي جاية. وباي.